عسلمة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة العفي كيفما تعودوا في كل يوم عنا أخبار وأحدث جديدة ومتنوعة اليوم أحمد الذاودي يقول أنه تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي في تركيا أحليل وفي تونس أحرام ولعلى ذلك خطأ في ترجمة كتب الغنوشي كيفما بدلوا وعملوا نظام عسكري وأخواني وكل نور معلومة تونس لدخل أردوغان صرح القييد في حركة وطن عادل في حوار له على إذاعات في تونس ردنا على بيين أردوغان قائلا يبدو أن تغيير النظام في تركيا من برلماني إلى رئاسي حليل في تركيا وفي تونس يصبحوا حراما بقدرة قادر أردوغان الذي زج بالأليف الصحفيين في السجون زورا وزوروا الانتخابات وترد الموظفين من عملهم وقام بحل عشرات الأحزاب والسجن قيادية كبيرة أمنية وعسكرية إضافة إلى جرائم الحرب في سوريا تحول إلى بطل خارق في الديمقراطية في حين كان يجب أن يحاكم في لاهاية لارتكابه جرائم حرب في ليبيا وسوريا والعراق وتوكد ورى الفرسطين وأضافة يبدو أن تركيا التي نهضت بعد تطبيقها لكتوب الغنوش الصفراء قد تسربت إلى ترجمتها أخطاءنا جعل تغيير النظام السياسي حق ماشتروع للأتراك فقط والله يرحم ورديكم الكلنا مع النظام الرئيسي لا تنسى لايك واشتراك وتفعل الجرس باي باي